موسيقى اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي قوات ييبجي قوات البيايدي قوات الأسييش حزب البككي وازرعه العسكرية في الشمال السوري وفي سوريا عموما الفيدرالية التي ترحها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا التنسيق الكبير بين النظام وهذه الازرع العسكرية وحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا أيضا التنسيق مع داعش في الفترة الأخيرة كل هذه الأسئلة وغيرها يسرنا أن نطرحها على ضيفنا في هذا اللقاء الخاص السيد آزاد شعبو قائد كذيبة آزادي في جيش المجاهدين أحدى فصائل الثورة السورية في الشمال السوري أهلا بك أخي آزاد أهلا سلامة أستاذ مستفى الله بداية أخي آزاد لو سألتك من هو آزاد شعبو آزاد شعبو أنا سوري كردي سني مسلم الحمد لله أنا في منطقة تلعرن تقع في الريف الشرقي من منطقة حلب تبعد بحدود 40 كيلومتر المنطقة تلعرن يعني منطقة كردية صغيرة ومعنى من أخوي العرب ومعنى بها القيامة يعني تضم أكراد وعرب كمعادة سكان تلعرن؟ يعني بدك تقول بـ 30 ألف نسمة معظمهم أكراد؟ أكراد وعرب نعم في بعض من الشراكزي كمان شراكزي؟ نعم بديت علاقتك بالثورة السورية؟ نحن كوني أنا بدي أحكي كوني كردي نعم في سوريا نحن مضطهدين من قدم الزمان أنا والأكراد يعني ننقلك بعيدين عن الأحزاب السياسية نحن مضطهدين في سوريا مضطهدين من؟ من النظام السوري نعم من نظام البعث نعم محرومين من حقوقنا ما عنا حقوق إذا عنا حقوق يعني الدراسة ونحن يعني من أول من زمان ويوم صارت أحداث قامش له 2004 نحن ما طلبنا باستقلال دولة ولا طلبنا بدولة كردية ولا طلبنا أني نحن أني مجرد أكراد أني نحن أننا حق صغير بهذه البلد كونه مكون كردي يعني مثل مثل أي مواطن عربي أنتم تريدون حقوق حقوق المواطنة في الدولة السورية في الدولة السورية وليس حقوق خاصة كردية تتميز عن الشعب العربي لا 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 ليش نحن نحن مو من هلأ نحن من أهلأ يعني من مئات السنين وهي في سوريا يعني أنا حقي بدي مثل حقها ليس أكثر ولا أقل لا 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 أكثر ولا أقل ويوم صارت هالثورة السورية أجت فرصتنا هون فورا صرنا بالمظاهرات وهي وصاروا ينادوا جمعة آزادي وهيك والأخوة العرب أن يقوموا أين أنتم يا حفاظ صلاح الدين والحمد لله نحن جاوبنا وقمنا كثير مظاهرات قامشلو بعامودة بعفرين وكوباني يعني حتى تسدمت عدة جمع باسم جمعة آزادي جمعة شهيد مشعل تمو والحمد لله قمنا يعني وهذا الشي أخي آزاد متى بدأت علاقتك بالجيش الحر بالعمل المسلح ضد النظام وهل دخلت أنت العمل المسلح ضد النظام ككردي سوري مع المكونات اللي يابيجي وبيويده أم أنك دخلت مع فصائل الثورة السورية الأخرى كما أنت الآن في جيش المجاهدين لا أنا ما أخذتك يابيجي وقوات الاتحاد الديمقراطي لا نحن في الثورة السورية من أبناء سورية يعني نحن نعتبر سوار وتشكل الجيش الحرية من ضباط المنشقين وهي وفي ضباط أكراد منشقين كمان تشكلنا صرنا هون معترف علينا جيش حر وصرنا بالكفة المسلحة هون أنا شكلت كتيبة آزادي طبعا والدك ضابط سوري متقاعد أيضا يعمل في صفوف السور السورية نعم ضابط الطيار عقيد طيار أبو شيرو معروف نعم نعم دخلت أنت في صفوف دخلنا وبلشنا القتال نحن هون يعني مع سفيرو صار هون تشكيل مجالس عسكرية وي أنا نضميت تحت المجلس العسكري كتيبة شو كان سوري كتيبة آزادي آزادي منطقة سفيرو منطقة شرقية والحمد لله أخذت إقبال مفرح من الثورة السورية من الفصائل خاصة اللي بحلب كوني لاني أنا بحلب يعني حتى بالمجلس العسكري وين ما نروح أنه احترامنا أنه يعني حتى من الفصائل جاني دعم كتير وساندونا كتير وبالمعارك نحن ويون كتف على كتف ضد النظام من سفيري إلى تلعران النظام عدة مرات اقتحام على تلعران وفي بعض العملاء من بعض الهي بس نحن الحمد لله صدينا ورجعنا ومن هيك يعني الآن حتى يفهم المشاهد كتيبة آزادي التي شكلت في تلعران في بدايات الشهر الثالث من عام 2012 تلعران واقعة في الريف الشرقي لمحافظة حلم كانت تضم أكراد وعرب نعم تضم أكراد وعرب وفي معنى بعض التركمان وبعض التركمان أيضا نعم بعض التركمان وكانت ضمن الفصائل المنطوية تحت اسم المجلس العسكري تحت اسم المجلس العسكري في حلب وكان لها دور في القتال وصد النظام في سفيري وكافة الريف الشرقي نعم كافة الريف الشرقي لحده وفي حلب كمان شاركنا بعدة معاو أين شاركتون في حلب؟ باللواءة 80 اقتحمنا كتيبة 599 أي غربة الحاصل وبسفيري صدرت الجيش القادم من أسريا خناصر كمان ونيكة وبالالفين واثناش بعدها بالشوي تحرير رحي الراجدين بالريف الغربي وخان العسل شاركنا كمان ونيكة ومطار كويرس كمان شاركنا كنتم كتيبة أزادي نفسها هي نفسها كانت ضمن لواء جند الحرمين ماذا؟ لا لا نحن مستقلين نحن التنسيخ كامل ولكن أي فصيل نحن بنشتغل كوننا أكراد مرحوب فينا يعني بصراحة أنا والله يعني يعني كل من بيقول أني سوار أو شاء والله يعطونا الصدر أنه بصراحة يعني كل من يقول بأن السوار يطهدون الأكراد كلام على عن الصحة آني عن الصحة والله يعني حتى أنا من قيادة الجيش المجادين من القيادة إلى العناصر إلى هاي وحتى من قيادة الجيش ولا هاي أنا إلي يعني مكاني خاصة مع كل فصائل السورة في سوبي حلب إلي مكاني خاصة أنا سألتك عن العلاقة مع لواء جند الحرمين لأنك قبل التصوير قلت لأنك قتلت أنت وكتيبتك مع لواء جند الحرمين في خان العسل والرشدي نعم هي بالأول يوم صار كفاء المسلح أنا أول ما تجانب مع لواء جند تجانب تجاه تحريط الأبيض ومن بيج وهيك ورجعنا على كويرس بعدين أنا هون صار موش تشكيل كتائب كردية فورا أنا صار تشكيل هاي شكلت كتيب أملاكرات ورحنا تجانب على خالعسل العريف الغربي نعم طيب العلاقة بين كتيبتك أو بينها شخصيا وبين القوات المنضوية تحت اسم الابجي أو البيو اي دي أو فنقل تنظيمات حزب الاتحاد الديموقراطي الكرد أيوة في بداياتها بالأول ما هي كان نحن بصراحة أنا تنسيق يعني ضمن منطقتنا تلعران أجونا البيكي كي زرعوا لفكرة الشباب أني نحن أكراد لازم نطالب بحقوقنا بالقضية الكردية أني هاي قضيتنا وليس القضية السورية لا وليس القضية السورية قضية الكردية أنا هون الفكرة بصراحة بالأول متابتني وعجبتني أني قضيتنا كنا متهدين ولكن طلعت في غير اسلوب موئني نحن عم نطلب في سوريا اليوم أنا كوني في تلعران أنا ضمني كل قرى حوالي كلها قرى عربية كيف بدي أخذ استقلالي هذا الشي غلط وكذلك عفرين اليوم منطقة عفرين كيف بدي أخذ استقلاله هالشي كمان غلط ليش؟ يعني أنا بدي أطلع من تلعران لعفرين بدي لكان جواز سفر كذلك الأمر اللي بدي أتخلى عندي جواز سفر هذا الشي غلط ولكن أنا بطلب أني مثل شلوم دالك وطالبنا فيي أني الحقوق مواطن عادي بس مساواتنا مساوات يعني نحن إسلام بالأخير نعم هاي هي هون بتلعران أجو أني شعرفوني البي كي كي الحزب الاتحاد الديموقراطي أني أنا يعني ما أنا مع ما شورتون وأنا مع الجيش الحر شكلوا هون فصيل اسمه لواء جبهة الأكراد هين شكلوا؟ شكلوا هو قيادة أجيت من الجزيرة من قنديل شكلوا جناح عسكري أني ينخرط بالثورة السورية هي بشكل إعلان بس أي عين تم تشكيله؟ تشكيله في تلعران في عفرين في عين العرب في أي تاريخ بالضبط؟ هل تذكر؟ والله هي يعني بالألفين وطلطة عشر شي شي بداية ألفين وطلطة عشر بداية ألفين وطلطة عشر طلوقكم من ضيام إلى هذا اللواء؟ أجوني قيادات منهم أني أنت تنطوي لأنه هاي أنا رفضت لأني أنا بعرف أن الشنين راح نطاول تحت اسم المجلس العسكري السوري في حلب يعني اللواء الجبهة الأكراد دخل ضمن تكوينات المجلس العسكري في حلب أنت رفضت لأهم بداية لأنك تعلم من هم ورحت على المجلس العسكري كمان قلت لهم أني هدول عملاء للبيك وأنه هنه يعني الجناح هذا عسكري جاي يعني مشان تخريبه هيك هنه هون صاروا إشي يعملوا أني كتيبة أزادي صار قوة وبين الفصائل هنه كمان صاروا ينتوبوا تحت اسم الفصائل وأنه نحن بنقاتل اليوم معركة العران بينت خباستون كيف يوم الجيش تقدم فيه كان أنا أخوي مرابطين بسفيري وبطلحاص والجيش ما دخل على سفيري دخل من تلعران هنه إش عملوا نحن عم نقتحم على الجيش هنه يعملوا سواتر من خلفنا من خلفنا كيف يعني يعني عملوا سواتر أني بدو يحموا تلعران هنه نحن عصينا بين الجيش يحموا من مين من نظام بس هي لأ عمالتهم بينت من هذه اللحظة صاروا يعملوا سواتر بالخلف ورانا ما عد نقدر نرجع من أجل أنتم ما ترجعوا إيه ما نرجع شبت حاصرنا وضيقنا عتادنا فيه سلاح ثلاثة عشرينات دبابات ونين كلها كانت ما عد نقدر نرجع هن بينت أنا عمالتهم وكشفتها ويه وبعض الفصائل كشفت عمالتهم كمان كان ذلك بالتنسيق مع النظام فعلوا ذلك بالتنسيق مع النظام إيه بس كان تنسيقهم من تحت لتحت على المغفي وليس على نان يعني القضية كانت حصاركم ومنعكم من الرجوع أو من خط الرجعة إيه من خط الرجعة وهن نبدأ للشعب الكردي في سؤالي أني نحن عم نحمي الضيعة ونحكي هذول أني نحن كتيبة آزادي وأني من جيش الحر هذول مخربين جايين يخربوا لا نحن بدنا نحمي نحن بيقولوا أني من علاقة لا ناقة ولا جمل فيها في القتال نحن مو هلأ وقف في القتال لثورة السورية في قتال لثورة إنما أن المقصود أنهم منعوا علاقة في القتال بين فصائل ال�ثورة السورية وبين النظام نعم قضيتنا مؤجلة ما بعد ما بعد وأنا يعني كثير صار خلافات بيننا وبينهم يعني خاصة أني أنا كردي طلعت عنهم ويعتبر أنا خاين عندهم أنا أعتبر عميل خاين أني للقضية الكردية يعني أنا يعني هلأ مشروع القضية الكردية وقف كله على كتيب تازادي أني أنا اللي خربتها حتى دافعنا عن الشعب في كتير من الأكراد والله هي مظلومين وما لهم علاقة وما بيحبوا الحزب حتى في عفرين لهاللحظة يعني مبينة عمالتهم وهي والله هي منظلومين من الأكراد والحمد لله يعني الأخوة يعني من العرب وهون وفي السورية خاصة في السورة السورية عرفتها الشي وكشفت أني الأكراد مظلومين ولكن هدول حزب عمالي مثل ومثل داعش اليوم حتى في منبيج يعني المسلمين وأهل السنة يعني متضايقين من داعش متطيقين من أفعال داعش ليش لني عميلة لإيران وهدول مثلهم يعني شلو مدى لك عملة لوجهان أنا أريد أن أجمل للمشاهد بأنك تقول بأن لواءة جبهة الأكراد ومن ثم فيها بعد التنظيمات العسكرية الكردية المنضوية تحت لواءة حزبة حد ديمقراطي الكردي تقول بأن القضية الكردية مؤجلة الآن الآن الصراع الذي يجري بين فصائل الاستورة السورية والنظام هو ليس صراعنا هو ليس قضيتنا قضيتنا ستأتي بعد بمعنى آخر بأننا سنكون مع الطرف الرابح هل هيك أنت قلت؟ هل هي عندهم فكرهم وهي قللهم أنهم بيأخذوا يعني شلو مدى لك مثل من جبال قنديل بيأخذوا تعليماتهم تعليماتهم من جبال قنديل رفت عليهم جبال قنديل وفي معهم بعض السياسيين هنا في بيناتهم تنسيق وهم عملاء للنظام وعملاء للبعث وكان يعني من قديم كل العالم يعرف إشو كان هنين وإشو كان هاي كيف أنت يعني كيف أنت الآن تستطيع أن تثبت للمشاهد بأنهم عملاء للنظام وعملاء للبعث وأن هناك شراكة وتنسيق بينهم نعم أنا بس بثبت لك هم من حزب الاتحاد الديمقراطي وليس الأكراد نعم في أكراد شراء طبعا هناك فصل الأكراد مكون أساسي مكويات الشعب السوري له ما له وعليه ما عليه ما عليه وعنى من اضطهاب نظام البعث نعم والنظام الأمني في سوريا كما عنه العرب تمام نعم وكلهم بس حزب الاتحاد الديمقراطي يعني أقرب مثال آخر شي قامشلي يعني علقوا بيناتهم وراح ضحيتهم من الأطفال أطفال السنة والإسلام يعني من الأكراد ومن العرب يعني مو بس الأكراد على قامشلي مكون عربي كردي تركماني من جميع الطواف رفت عليه هون يعني حتى هنين على الإعلام عفرجوا للعالم أني نحن سيطرنا عن نظام على السجن النظام تقول بعد هالثورة صلى خمس سنين بعد أربع سنين أو خمس سنين من الكفاح المسلع والقتال تجوا تقولوا سيطرنا وأنتوا بدكن قضية وبدكن بلد معناته في عمالة في شي سياسي في تنسيق من أين تأتي العمالة يعني أنت كيف استشفيت أن هناك عمالة يعني من بين عملاء هنين عملاء للنظام يعني خلاص النظام وعدوا أن يعطيهم حقوقهم يعطيهم استقلالهم يعطيهم إدارة ذاتية وهذا الشي ضحك عليهم في مقابل بالمقابل أن يصفوا لجانب النظام حزب الاتحاد الديمقراطي وبالفعل صفوا وشكلوا وهنين ما بدون للغرب أو للمعارضة يعني للمعارضة داخلية أني نحن معكم كمان شكلوا فصيل جيش السوار فشكلوا لواجبية الأكراد شكلوا قوات سورية الديمقراطية ضمت معهم كل المكونات ولكن المكونات معروفة من هي المؤيدة للنظام طيب فلنعود إلى القامشتي بالتفصيل يعني كيف هو الوضع العسكري في القامشتي؟ من يوسيطر؟ هل هي قوات سوريا الديمقراطية حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي أم هو قوات النظام إلى ما قبل سقوط السجن والمطار؟ لا حزب الاتحاد الديمقراطي هو المسيطر النظام سلمون مقابل يدافعوا على منطقة يدافعوا في وجه مين؟ نعم في وجه مين يدافعوا؟ يعني إذا النظام سلم الحزب الاتحاد الديمقراطي طيب في وجه مين يدافعوا؟ ضد مين يقاتل؟ من باكت ضد السورة السورية يعني ضد السوار عرفت علي؟ هيك هون هنه نعمل أشو يعني بالقامش لدولة ضمم دولة كيف؟ يعني هاليوم النظام قواعده ومطاراته كل شيء فيه لونيك موجودة؟ موجود وسلموا الإدارة لهم يعني مثل إدارة ذاتية يعني كانوا متعايشين سابقا نعم الطرفين النظام موجود في القامش لي وحزب الاتحاد الديمقراطي موجود كان في تعايش كل شيء وفي تنسيق ولا هلأ ويأتي الدعم للطرفين عن طريق النظام نعم نعم بالمطار بيجي بيطلع من المطار حلال من المطار دمشقاي بينزل على مطار القامش لي وبيصير ويوزع للطرفين للطرفين بتقاسموا بالنص لعم لاني الدولة ضمن دولة النظام في مقابل انه ما يقاتلوا ما يقاتلوا طيب ما يقافوا ضد النظام الآن يعني أريد منك آآ الشرح وافي عن تقوينات العسكرية آآ لحزب الاتحاد الديمقراطي قوات السيرو الديمقراطية اليابي جي بيويدة الأسايش ماذا تعني كل هذه المقردات هي كلها تتبع لحزب العمال الكردستاني اللي آآ البيكيكي هي حزب العمال اني نعدت اسمها ليش لأنه كل فترة بيتصنفوا أرهاب بغيروا اسم حتى نزلوا جناح العسكري على سوريا هو حزب الاتحاد الديمقراطي والحزب الاتحاد الديمقراطي شكل بيدي واليابي جي واليابكي عرفت علي وجيش السوار وقوات سوريا الديمقراطية شو الفرقات بين كل واحد من هذو المسمى في وحدة حماية الشعب الأشياء السنن الشرطة اليابي جي من هو اليابي جي وحدة حماية المرأة البي ويدي هو نفسه يعني اعتبار حزب عرفت عليه الياباكي هو وحدة حماية الشعب الأشياء السنن الشرطة جيش السوار يعني بعض المرضى يعني مدالك من المكون العربي والكردي أني نحن باللول لك أني ضمن مناطقنا مشان اعلاميا غطاء اعلامي ما يقولوا أني نحن بس أكراد أني بدنا دولة لا معنا عرب ونحن متعايشين ولكن هي كلها سياسة خبيثة وقوات سوريا الديمقراطية قامش للعناصر العربية المنضوية داخل جيش السوار والذي هو أحد مكونات قوات سوريا الديمقراطية التي سيطر عليها حزب اتحاد الديمقراطي الكردي هذه العناصر العربية هل هي العلاقة جيدة مع فصائل الجيش الحر العربية؟ لا 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 ما لا أي علاقة هل هي في حال صدام؟ هن بس حاطينهم يعني مضحوكين على هالشباب أرفت علي وحطوهم بالواجهة مشان يقاتلوا الجيش الحر أني هن يبعدوا حالهم عن الخطأ أني خلاص أنتوا جيش حر بينات بعضكم مثل ما صار بالريف الشمالي كيف حكي ها يعني مشان أني عالميا المحاربين من تركيا محاربين من إيران محاربين من أرهاب معتبرين أهم شكل وقلت لك الجناح العسكري وشكلوا جيش السوار رفعوا رايت الجيش الحر ورايت البيكيكي مقابل أني نحن السوار وبدنا نحرر أرضنا من الإرهاب أني اعتبروا تالرفعات وعين دقنا وأحرص هذه المناطق إرهابية لا نحن جيش حر وهي أني بيقولوا هي لمنطقة جبهة النصرة لأحرار الشامل وهذا الحكي كله يعني إعلام فقط إعلام والسياس إعلامي طيب هل تستطيع أن تشرح للمشاهد كيف حصل هناك تنسيق بين النظام وبين الحزب التحاد الديموقراطي الكردي بتنظيمته العسكرية وأيضا جيش السوار وأيضا الميليشيات الشيعية الطائفية التي كانت في ريف الشمالي كيف حصل هذا التنسيق مع بدايات الشهر الثاني والثالث في الهجوم الذي قام به النظام على ريف الشمالي هي مع الشيعة بصراحة مع الشيعة لا ولكن هنا كونهم قريبين عفريم النبل والزارة في بيناتهم علاقات وستراتيجية يعني شلون بدأ لك خدوا عين مقابل عطيني وخود كيف؟ خود يعني ما الذي حصل بالضبط في الريف الشمالي؟ بالضبط الجيش اقتحم على رتيان وحرد اثنين وهديك المناطق حيان هون البيكيكي أو جيش السوار جيش السوار ما له تنسيق مع النظام ولا بيقدروا يدخلوا وليش لاني في منهم الأحرار من جيش يعني من بعض الأحرار من القيادات تبعية البيكيكي العميلة هي بتنسيق تفقوا على يوم معين وهي ان الجيش اقتحم علينا مشان ما يخلوا السوار من أهل تالرفعة ومارع وعزاز وهاديك المناطق الريف الشمال يضرب الجيش من هون وصوار الريف الغربي والريف حلبي حريتان يضربوا من هون وجهوا عليهم من جيش السوار ان يقتحم ياخد تالرفعة وعين دقنا والقرى التابعة لها هون يوم عبي اقتحم النظام اجيوا وصار يضربونا من الخلف يعني حتى يفهم المشاهد استغل بالتواطؤ بين النظام وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي النظام ما كان يخصف باشكوي رتيان حردتنين مع رسل خان ايضا في نفس الوقت حتى يمنع حزب اتحاد الديمقراطي اي مؤازرة للسوار حتى يقاتلوا النظام قاموا بالهجوم على الاتحاد الرفعة وعين دقنا واحرصوا نعم نعم هون السوار مو صار ضغط عليهم وشوفوا الطيران اي الوي سقطت تالرفعة سقطت عين دقنا ليش لاني مو متوقعين اني تجينا الضربة منهم يعني من طرف الاكراد من طرف حزب الاتحاد الديمقراطي نعم رفط عليهم ليش كلهم متوجهين على قتال النظام كلها كان ميليشيات مدعومة شيعية كاملة هون صار الضرب سقطت هذيك المناطق والسوار تراجعوا للخلف هون سيطرت حزب الاتحاد الديمقراطي بوجهة جيش السوار اني جيش السوار سيطر نحن منا علاقة ولا هي كلها واحد طيب ما الذي حصل في منك كيف تفسر القصف القصف الطيران الروسي وطيران النظام العنيف على منك ومطار منك القرية والمطار وايضا سيطرت قواد السورة الديمقراطية وجيش السوار وحزب الاتحاد الديمقراطي على هذه المناطق يعني لا ترى ان هناك تنسيق مفضوحا بين هذه الاطراف مزبوط يعني هاي شلون عمالي خلاص بدي تبين يعني مع الايام الجاي بديوا يبينوا اني خلاص بالدنيا يعني هلأ مرفوعة رأيت النظام معاهم وكل شي بكرة اني تنسيق وهنا بديوا يصيروا متل شلون بديوا لك اصدقاء متل اصدقاء اني نحن حرب واحد وجيبها واحدة تنسيق يعني هني بالاصل حرب واحد وجيبها واحدة جيبها واحدة الان لماذا لماذا تقوم قوات سورة الديمقراطية وجيش السوار وحزب الاتحاد الديمقراطي بقصفها اعزاز هني بدي زرعوا هالمشروع للشباب بدون اني يوصلوا الريف الشمالي عفريين مع عين العرب كوباني اني مشان اشو يجو جندوا هالشباب لاجل القضية اني نحن بدنا وبلدنا الشباب الكردي الشارع الكردي الشباب وهالمراقين يعني اللي مضحوك عليهم بالقضية الكردية اني نحن بدنا نوصل من عين من عفريين ناخد استقلالنا لكوباني ومن كوباني لجزيرة هي لاني ثلاثة كانتونات كانتون القامشلي وكانتون عفريين وكانتون كوباني بدن يوصلوها ببعض وهذا المخطط من سابع المستحيل قصف قوات سورة الديمقراطية وجيش السوار والحزب اتحاد الديمقراطي الكردي لعزاز هو لتنفيذ مشروع مخطط ومشروع حزب اتحاد الديمقراطي طيب هل تعتقد ان هذا المشروع الذي يطرحه حزب اتحاد الديمقراطي واخر ما طرحه هو الفيدرالية هو مشروعا وطنيا سوريا كما يروج ديمقراطيا علماليا ام انه مشروعا تقسيميا لا هو بده يكون مشروع تقسيمي اللي بالون وفكرتون تقسيمي بس فيما بعد بس هاي منسابع المستحيل تصير شو دليل لك لانه مشروع تقسيمي ها ها لاني هنا نعتبر حزب ارهابي حزب البيكي كي حزب ارهابي في تركيا وبتعرفوا تركيا منسابع المستحيلات توصل لنبعض وكونه في السورة السورية واكثر يعني في السورة السورية واكراد وهيك يعني هاي كلها قرى عربية نعم رفت على يعني بدنا احنا نبنا نتعيش تآخي تعايو شيك يعني انت برأيك يعني سيطرت هذه القوات على القرى العربية تنفي وإدخالها ضمن مشروع الادارة الزاتية تنفي صفة الوطنية عن مشروع قوات السورية الديمقراطية نعم والحزب الديمقراطي وانما هو مشروع يهدف في المحصل الى التقسيم مزبوط اذا كان الامر كذلك لماذا يعني يتجه تتجه هذه القوات باتجاه الرقة وتوقفت على مسافة من الرقة الآن الرقة عاصمة دولة الخلافة تنظيم الدولة ولما يتجه باتجاه عفرين لماذا لا يصل كوباني بعفرين هنا في نقطة هذا التوصيل صعب ليش اول شغال في مناطق عربية وكل شي ما رح تكون تحت مكون الكردي ولا تحت الاستقلالية وتركيا هالمنطقة يعني من السابع المستحيل تسمح لون بدا تكون منطقة امنية او من ما الشاب واتجاه على الرقة اني زرعوا للشباب اني اشو نحن بدنا نقاتل داعش قاتل الارهاب الارهاب وخطر داعش ليش بعمالة امريكية اني امريكا خلص عرفت ما في مجال يوصلوا حتى امريكا يعني اني عملت سابع المستحيلات اني توصل بين كوباني وعفريين بس من المستحيلات وجهتوا لون على داعش اني قاتلوا الارهاب وهي زجتهم معركة خسرانة ما لهم فيها لا ناقة ولا جمل يعني هناك افتراق او خلنا اقول صدام بين المشروع الامريكي والمشروع التركي في الشمال السوري مظبوط خاص ليش لاني المشروع التركي معروف يعني كلها تقول اني التركيا عانت من 40 سنة الهلة من البيكيكي وهاليوم تجي تكون على حدود وعلى شريطة من سابع المستحيلات امريكا تبنتهم اني موالاش لاني معهم مقاتلات ومقاتلين وي اني اني عب حارب الارهاب وديمقراطيين ديمقراطيين اني نحن عب نقاتل الارهاب يعني حتى نحن الجيش حر وهي بنظرون ارهاب كلها ارهاب عندهم مثل نظام البعث نظام البعث نظام السوري مع كل سوريا ارهاب كل ميمو معه ارهاب وهدول كمان مثلنا طيب اشكرك اخي اعزائي شعبه على ما تكلمته في القسم الاول من هذا اللقاء على امل ان نلتقي في القسم الثاني نتكلم عن ما يجري في حقيقة الشخ مقصود ومدينة حلب من قبل قوات السوريا الديمقراطية جيش السوار حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الله يسر اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة